إلى خبر آخر ظاهرة تدخين المراهقين أصبحت ظاهرة مؤرقة في مصر وصلت نسبة تدخين بين طلاب السنوية العامة لـ 12% ده كلام وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي من الـ 12% دول من بينهم 72% تعلموا التدخين من خلال الدراما الوزيرة قالت أن دراسة صندوق مكافحة الإدمان رصدت 2428 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات في الأعمال الدرامية بإجمال 56 ساعة و33 دقيقة خلال الدراما الرمضانية للعام الحالي نشوف جزء من هذا المؤتمر شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس وذلك لمواجهة إساءة استغلال المواد الإعلامية والفنية والدرامية في التحريد على تعاطي وإدمان المخدرات تكثيف هذه المشاهد في فترة المجتمع بيتفرج فيها على التلفزيون لساعات طويلة بيبني صورة ذهنية عند المجتمع وبيشكل صورة ذهنية عند الشباب أن التعاطي والإدمان والخمور والمسكرات السجائر دي من الأمور الاعتيادية من الأمور المقبولة من الأمور اللي ممكن المجتمع يتقبلها ويتعايش معها أن فيه حاجات كثيرة جدا في الحياة المصرية ينبغي الاحتفاء بيها أكتر من أننا بنضيع حياتنا في شرب المخدرات وفي شرب التدخين وفي تضييع صحة إنسان المصري وأكبر شعب في العالم بيتغرض لاستيلاك حياته والشعب المصري بيدخن منذ فترة مبكرة ويعود فترة طويلة يعاني تشير نتائج الأبحاث التي أجريت إلى أن أكثر من خمسة آلاف مشهد تم رصدهم خلال ثلاثة أعوام الأمر الذي يستدعي تضافر جهود الجهات المعنية إلى جانب المجتمع الفئة العمرية اللي هي بتاعت شباب من سن حوالي 13 لحد 21 أكثر الناس تأثرا بالدراما وبالمسلسلات والأبطال اللي موجودين في الأفلام دي فلازم نبقى فيه زي مساق شرف لعدم تتناول مشاهد للمخدرات بكسرة في الأفلام أو في المسلسلات عشان ده ما ده بيشجع طبعا الأطفال أو الشباب اللي في سن مبكرة أن هما يقلدوا الكلام بها إحنا بنطمح من خلال هذا البروتوكول إلى وضع آليات تضبط عرض القنوات الفضائية للأعمال الدرامية التي تحتوي على مشاهد لتعاطي المخدرات مشاهد بتحفز قطاعات موجودة من المجتمع أنها تتعاطى المخدرات أو أن نزول حالة القبول المجتمعي لظاهر التعاطي المخدرات لو فيه بقى المشاهد في الدراما بتوري لهم سلبيات وعيوب وأضرار هذه الأشياء هيتجنبوها يخافوا وبيوروا بقى الجانب الثاني الجميل أن زي جاء البطل علشان يدر يصل إلى اللي هو فيه ويزبح بطل في المجال اللي هو فيه هو وصل عن طريق أنه تجنب حاجات في حياته سلبية بتضره وقدر يوصل بطل في الرياضة بطل في الثقافة في الفن في التعليم فأي حاجة يبقى بيرتعد عن هذه الأشياء المضرعة وعلى الرغم من تناول الدراما الرمضانية لمظاهر الإدمان والمخدرات بشكل مبالغ فيه إلا أن البروتكول جاء ليؤكد أن الوزارة والصندوق إلى جانب المجلس الأعلى للإعلام لديهم إصرار على التصدي لظاهرة انتشار الإدمان والتعاطي في المجتمع مع الاستمرار في الحوار مع صناع الدراما المصرية ترجمة نانسي قنقر